موسيقى صحة شريبتكم مشاهدين وإنبكم إلى نشرة الثامنة للأنباء ونبدأها بالعنوين بعد أربعة إخفاقات سابقة مجلس الأمن الدولية تبنى قرارا يدعو إلى وقف فوري ليطلق النار في قطاع غزة ويطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وواشنطن تمتنع عن التصويت خلال مجلس وزري مضيق قرار إصلاح مائتي حافلة بصفة عاجلة بكلفة تنهز 15.6 مليون دينار والتسريع بإصلاح 28 عربة متر مع العمل على تعزيز أسطول النقل العمومية ووكلة موديز للتصنيف الاعتماني تبقي على تصنيف تونس الاعتماني مع الترفيع في الآفاق من سلبية إلى مستقرة وخبراء يؤكدون أن تونس قادرة على مواصلة تحسين مؤشراتها الاقتصادية من خلال تعزيز التقدم في الإصلاحات الهيكلية مرحبا بكم مجددا الانطلاقة في نشرة الليلة تكون من مستجدات الملف الفلسطيني وللمرة الأولى منذ بدء العدوان الغصب على قطاع غزة وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب الصهيونية المفتوحة على القطاع تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهاء القرار أيده 14 عضوا في مجلس الأمن مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار مماثل عبر استخدام حق النقض ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وكانت روسيا أضافت تعديلا على مشروع القانون بإضافة عبارة دائم لوقف إطلاق النار إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل وتم تصويته على النسخة الأساسية إلى ذلك أكد مجلس الأمن على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والمطالبة بإزالة كل ما يعيق تسليمها وقد أثار اعتماد مجلس الأمن لقرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة رردود فعل واسع بين الترحيب والمطالبة بتنفيذ العاجل إذ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراز بقرار مجلس الأمن الدولي معتابرا أنه قرار طال انتظاره في ظل ما يعيشه أهالي غزة من عدوان وحشي منذ عدة أشهر بدورها أبدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ترحيبا بالقرار وأكدت في بيان استعدادها للإنخراط في عملية تبادل للأسرة فورا تؤدي لا تلقي صراح الأسرة لدى الطرفين في المقابل استهجن الكيان المحتل القرار وعلن إلغاء زيارة وفد له إلى واشنطن بسبب امتناع المندوبة الأمريكية عن استخدام حق النقضة الفيتو ضد القرار وعلى الميدان اقتحمت دبابات الاحتلال مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف ما أدهي لاستشهاد أحد عوان الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة العديد من طواقم الإسعاف بجروح هذا في وقت تواصل فيه طائرات ومدفعية الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء في مدينة غزة وتدمير معظم المرافق العلاجية فيها وقتل العديد من الفلسطينيين بشكل مباشر بعد اعتقالهم تقرير ويسام ويسام لليوم الثامن على التوالي واصل جيش الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وقد قام طيران الاحتلال الصهيوني اليوم بإقصف الطابق العلوي من المبنى الرئيسي للمجمع ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا العديد هناك من ضمنهم بعض أفراد الطاقم الطبية وقتلوا العديد من الموجودين بالمجمع وأصابوا آخرين وسط تواصل استهداف المناطق المحيطة بالمجمع المحتل الذي يمعنه في تنفيذ سياسته الممنهجة في استهداف المنشآت الصحية وصلت قواته لليوم الثاني على التوالي حسار مستشفى الأمل في مدينة خانيونس وإغلاق جميع مداخله بالتزامن مع قصف عنف وإطلاق نار كثيف كما سقط عدد من الشهداء والجرحى بقذائف ورصاص قوات الاحتلال شرق حي الشجاعية في مدينة غزة فيما ارتفع عدد شهداء في غارة على منزل في رفحة إلى أكثر من ثلاثين شهيدا بالإضافة إلى استشهاد وجرح آخرين في قصف للمحتل على دير البلحة كما استهدفت منطقتان في خانيونس بطائرات ومدفاعيات الاحتلال عضوان متواصل على غزة تستمر في ظله الدعوات الدولية لوقفه وفي هذا السياق بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس مع العهل الأردنية الملك عبدالله الثاني الأوضاع الخطيرة في غزة ودور المنظمات الأممية في تأتيات مهامها الإنسانية في القطاع وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وخلال زيارة إلى الأردن اليوم قال إن التوافق الدولي يزداد على إبلاغ المحتلة بضرورة وقفية لقنار وبأن الهجوم على رفاحة سيؤدي إلى كارثة إنسانية ورغم التحذيرات الدولية من كارثية الوضع الإنساني في قطاع غزة والدعوات إلى ضرورة تسجيع وصول المساعدات وبالكميات الكافية أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اليوم أن الكيان السهيوني منع تواقمها من إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة رغم أنهم باتوا على حافة المجاعة إلى الشأن الوطني الآن حيث أقر مجلس وزري مضيق بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني خصص لنظر في كيفية تطوير النقل العمومي أقر إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 15.6 مليون دينار وتسريع بإصلاح 28 عربة مترو بكلفة 7.5 مليون دينار وذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات المترو لتعزيز الأسطول وكان رئيس الحكومة شدد في مستهل هذا المجلس على ضرورة توفير النقل بأنواعه المختلفة للمواطنين مما يحفظ كرمتهم ويمكنهم من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف كما قدم رئيس الحكومة تقييما لما آلت إليه الأوضاع في قطاع النقل عموما وخاصة في شركة نقل تونس مؤكدا على توفير حلول في المدى القصير إضافة إلى بلورة استراتيجية وطنية للنقل العمومي وهو الذي يعتبر مقياسا من مقاييس التنمية الاقتصادية في كل الدول علاوة على أنه قاطرة للإدماج الاجتماعية وفي ختام تدخله أكد رئيس الحكومة على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان السير العادي للمرفق العمومي وقدمت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني زنزري بهذه المناسبة عرضا حول أسطول النقل البري وعدد السفرات والخطوط المبرمجة واستعرضت أهم العرقين التي تحول دون توفير العدد الكافي من الحافلات وعربات المترو كما مثلت التحذيرات للتعداد العام للسكان والسكنة محور جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة أشرف عليها رئيس الحكومة أحمد الحشاني بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار سن أمال بالحاج موسى وتطرق اللقاء إلى وضعية الطفولة والمرأة والأسرة وأطلعت وزيرة المرأة رئيس الحكومة بهذه المناسبة على آخر الإحصائيات لا سيما المتعلقة بالإنجاب والصحة الإنجابية إلى جانبي الخصوصيات الديمغرافية للعائلة والأسرة التونسية في تصنيفها الصادر الجمعة الفارت أبقت وكلة تصنيف المخاطر الاعتمانية موديز على تصنيف تونس على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية في درجة سي آآ اثنين مع تغييرها النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة موديز وهي أحدى وكلات تصنيف ثلاثة المعتمدة دوليا أرجعت هذا التعديل إلى الانخفاض الكبير في عجز ميزان الحساب الجاري مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة والتوقعات السابقة للوكلة روبرتاج فرس بن سعد عدلت وكلة موديز لتصنيف الاعتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وثبتت تصنيفها السيدي للعملة الأجنبية والعملة المحلية عند سي آآ اثنين اذ تعكس هذه التقديرات المتفائلة وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير خاصة وأنها نجحت في سداد قرضين رقعيين في أكتوبر وفي فريل فاريطين تصنيف هذه السي آآ ا ولا السي آآ دو يقابلوا القدرة من الدولة هذه على الإفاة بتعهداتها سي آآ دو معتها نظرة نظرة سلبية معتها تولي نسبة كائنها أعطيت اللي هي نسبة الإفاة بتعهداتها ما بين ثمانين إلى تسعين في المائة وهذا الحق من التعرابي احنا شفناه معناها ما هوش متلاقب مع الواقع على خاطر تونس أثبتت أنها قادر على الإفاة بتعهداتها بنسبة مئة في المائة تونس ظهرت أنها عندها معناها من الحنكة ومن الكفاءة ومن التخطيط أنها النجمة تفي بتعهداتها للمائة إزاء الخارج في فيفري الفين وارب وعشرين ستاش فيفري تونس دفعت حوالي ثلاثة مليار دينار في أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين كيف كيف تونس دفعت قرضا هاما كذلك وبالتالي تقول لك تونس اللي لم تتحصل على قرض لدى صندوق النقد الدولي ومزلت يقف على ساقها وهي قادرة على خلاص قروضها الخارجية بالعمل الأجنبي اليوم كيقول لك موديز تونس معناها حسنة التصنيفة بتاعها تولي عنها أرياحية أكبر للخروج على الأسواق المالية العالمية ونتمكن سندات متاع نتولي عندها مصدقية أكثر ويرى الخبراء والمغتصون أن تونس قادرة على مواصلة تحسين مؤشراتها الاقتصادية والترفيع في تصنيفها الاقتمالي في صورة تعزيز التقدم في الإصلاحات الهيكلية الإصلاحة والوظيفة العمومية الإصلاحة القضاء على الفساد الإصلاحات الهيكلية في المجال الاستثمار في المجال المالي وذلك تونس قاعدة قائمة بها حاليا خاصة أنه فيما بالتقلص في العجز الميزان التجاري أنه معناها حتى بالنسبة للعملة لأيام التوريد معناها زادت وذلك ما يكون كان مؤشر خير إن شاء الله يخلينا نزم جدا نقدم في التصنيف في المدة الجاية خلينا متفاعلين خلينا ننظر إلى المستقبل بعنون حالي ما كما نقوله ولكن هذا ما يمنعش باش نشمره على ساعة الجد ونخدم على رواحنا ونبدأ بصفة فعلية تحقيق الإصلاحات الهيكلية وبدأنا توا مشروع مجالة الصرف الجديد اللي تم نظر فيه في مجلس الوزراء وتم تحالته إلى رئيس الجمهورية اللي نظر فيه من قبل سيد رئيس الجمهورية وبعد حالته إلى مجلس النواء بالشعب النجم نقوله هذا زاده من عام 76 رواه 48 سناء وحنا كل مرة باش نعمل الإصلاح اليوم قمنا بالإصلاح هدايا وذي إصلاحها التصنيف الاعتمالي لوكلة موديز يضاف إلى جملة المؤشرات الإيجابية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وموصلة مسار التعافي خلال استقبله لممثل الحكومة الكورية والمدير التنفيذي للقمة الكورية الإفريقية جون كي هونغ نوه وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج نبي العمار بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين ولبرامج التعاون الثنائي لسيما في مجال الاستثمار والحوكم الرشيدة وشدد نبي العمار على أهمية التعاون متعدد الأطراف وتطوير الشركات المربحة للجانبين على غرار الشركة الكورية الإفريقية جون كي هونغ أعرب عن التزام بلاده بموصلة دعم التعاون مع تونس خاصة في المجالات التنموية ذات الأولوية معربا عن تطلع بلاده لمشاركة تونسية على أعلى مستوى في القمة الكورية الإفريقية التي ستحتضنها بلاده خلال شهر جوان القدم مثلت الأنشطة التي تقوم بها وكالة الاتحاد الإفريقي لتنمية والمشاريع التي تسهر على تنفيذها في القارة وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس محور لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار اليوم بمقر الوزارة مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نغجوس باكيلي توماس التي تؤدي زيارة عمل إلى بلادنا من الثالث والعشرين من مارس الجاري إلى السابع والعشرين منها وأكد الوزير بالمناسبة الهمية التي توليها تونس لدعم العمل الإفريقي المشترك مجددا في هذا السياق حرص تونس على دعم تعاونها مع الوكالة مشددا على ضرورة تعبئة الموارد المالية وخاصة غير التقليدية منها في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 63 و 2000 ومن جهتها أكدت المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي استعداد الوكالة لدراسة السبل الكفيلة بدفع التعاون مع تونس مثل موضوع الارتقاء بالتعاون العسكري بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحث عن الآليات الكفيلة لتوسيع مجالته محور الإقاء الذي جمع اليوم وزير الدفاع الوطني عمد مميش بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان أحمد السلامي ونوها وزير الدفاع الوطني بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين داعيا إلى مزيد دعم التعاون العسكري والبحث عن السبل الممكنة لتطوير مجالاته وإرساء شراكة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات بين الطرفين وعبرت السفيرة الإماراتية من جهتها عن ارتياحها لتطور نسق التعاون بين البلدين مؤكدة استعداد بلادها لتدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون العسكري الثنائي 7500 مخالفة تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان إثراء عمليات مراقبة اقتصادية هذه التفاصيل نتابعها مع عفاف بوبكر في إطار المجهودات الرقبية المشتركة بين وزارة التجارة وتنمية الصديرات ووزارة الداخلية لمقاومة الاحتكار وعلى إسر ورود معلومات تفيد بوجود مخزن معد لخزن المنتوجات الغذائية تمت مدهمة هذا المخزن وبعد عملية المعاينة تم اتخاذ جملة من الإجراءات ومنها الحج الوقت للمثاعة نعمل جرد للمنتوجات الموجودة في المحل الكل ويتم حجزها وقتي مع حجز الوثائق القانونية التي اخذناها من فواتير وسندات قانونية تهم الشركة هو عبارة على الشركة للتثبت والتأكد من مسالك التزويد هل هي قانونية أو لا خاصة المواد المؤترة كما مثلا الكوسكسي والتماتر خاصة نظوم زوجن وخلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان وعلى إسر تكثيف عمليات المراقبة التي تجاوزت 45 ألف عملية نهزت حصيلة المخالفات الاقتصادية التي رفعتها فراق المراقبة التابعها لوزارة التجارة 7500 مخالفة أغلب المخالفات هي مخالفات متعلقة بالتجارة السعرية واحتكارية والدعم حوالي التثريف مخالفة تم حجز العديد من المنتجات خاصة الخضار والغلال البيضة مشتقات الحبوب والعمل المراقبة متواصلة للقضاء والحد من المخالفات هذه ومعنى حجز المنتجات الموضوع المخالفات وتحمل معنى الناس هذوم اللي يتجاوزوا القانون ويحتكروا ويضاربوا ويلعبوا بقوة المواطن التونسي مسؤوليتهم ومعنى تحمل محاضر البحث في هذا الغلط ووفق وزارة التجارة وتنمية الصديرات فإن عدد المخالفات الاقتصادية قد شهدت تطورا بنسبة ثلاثة بالمئة وقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الموقضي ونحن في شهر رمضان شهر الرحمة والتضامن وفي منطقة الكبرية بالعاصمة قدمت مئدة إفطار مجانية أبهى صور التعاون والتضامن التي تعود المجتمع التونسي رسمها خلال الشهر المبارك حيث يتم تقديم 2500 وجبة إفطار بصفة يومية روبرتاج فرس بن سعد مشهد رمضاني يعكس درجة التكافل الاجتماعي والتضامن لدى تونسي هو الذي يؤمنه على الهاتف صاحب مطعم بمنطقة الكبرية بالعاصمة من خلال إشرافه على توزيع وجبات الإفطار وتنظيم مائدة إفطار مجانية بصفة يومية خلال شهر رمضان لفائدة 2500 شخص وهي مائدة يتم تنظيمها للعام الثالث عشر على التوالي مائدة إفطار بتاع الشعب التونسي مائدة إفطار إذية وش بتاع لي كحلة إذية أخويا العزيز وربي فضلك بتاع الشعب التونسي بارشة عائلات تجي شوق فترة نعنا مع ذينا وعنا الفارقة عنا معناها وخياتنا معناها تزيرية وخياتنا زيدة الليبيين اللي متعدين هو مائدة إفطار للسبيل هي مائدة إفطار للسبيل عابر سبيل اللي يتعدي يأكل يجي كل جعان يجهز من كل البقعة من تونس كامل يجي كانوا في لازين يجهز وكان في شقان فترة يجي تعشى ولعنا نقيدوا في لازام ولنقيدوا في حتى شيء كل واحد يحاول بشعادنا يعاوننا يجي بنا المواد النقصتنا مواد غذائية الحم التوابل كل ما ينقصنا كله من الشعب التونسي والحمد لله يمشيوا للدبو سواء للدبو المواد الغذائية يأخذونا ونحن نمشي ونجيبوه من عنده ولا يمشيوا لوركبورنيساء موازع متاع الدواج ولا يموازع متاع اللحوم يأخذونا ونحن نمشي ونجيبوه والحمد لله كل يوم ويومه وعلى قدم الوساق يحرص العاملون والمتطوعون على أنجاح هذه المبادرة وأعداد وجبة الإفطار بصفة يومية والاستمتاع بثمار هذا العمل الشاق تسعة متاع السباح ندي ماريو تشعل القيزان يخدم الفور الدنيا لكل سلعة تبدأ حاضرة وموها بش نخلطوا ماكسيموم مثلثة بش نعطيوه لأمبورتي لألف أمبورتي المثلثة بادي نكملوا عاد للست الشقان فتر يلزمنا خدمة لفيد ما نركحوش جملة فهمت جواوا ضحكة ولعبا نعدوها بشوية ضحك بشوية لعب تمشي الخدمة والحمد لله المهم مفرحوا العباد نعطينا مفرحوا العباد ومفرحوا الناس الكل لدينا وجبة نتكاملة من دي سير من يغرط الميل البلاف ومتمتيحهم والشربة زيدة نعطوهم زيدة شوية معهم الشربة أسمى مظاهر التكافلي والتراحم التي اعتاد المجتمع التونسي تكريسها خصوصا خلال الشهر الكريم رسمتها مائدة الإفطار بمنطقة الكبارية بالعاصمة التي يتمنى مرتادوها أن يستمر خيرها لسنوات قادمة في خبر آخر فادت وزارة داخلية وتكنولوجية الاتصال بأنه تقرر اعتماده مضمون الولادة المستخرج على الخط عبر بوابة المواطن للخدمات الإدارية في جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة داخلية التي تستوجب الاستظهار بمضمون ولادة مستخرج من سجلات الحالة المدنية على غرار طلب الحصول أو طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو جوى السفر وأكدت الوزارتان في بلاغ مشترك اليوم أن مضمون الولادة المستخرج على الخط والحامل للختم الإلكتروني المرئي يتمتع بالحجة القانونية الكافية وفق تشريعات الجاربها العمل ولا تستوجب الوثيقة المذكورة إضافة أختام حبرية وإمضاءات يدوية وأشارت وزارة داخلية وتكنولوجيات الاتصال إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار مجهودات الدولة لتبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية بهدف تخفيف الأبئي على المواطن والإدارة رياضيا الآن وذمن بطولة مصر الودية في كرة القدم يواجه المتخب التونسي غدا منتخب نيوزيلندا في ملعب القاهرة انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا في مباراة ترتيبية من أجل الحصول على المركز الثالث ويجري المتخب الوطني بعد قليل الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا لملاقات نيوزيلندا سيخصصها الإطار الفني لضبط التعديلات التكتيكية المناسبة واختيار التشكيل الأساسي وكان نصر قرطاج انهزموا في الدور النصف النهائي ضد كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية إثر انتهاء وقت اللقاء الأصلي بالتعادل دون أهدف وفي بطولة ميامي لتنس المحترفات التحقت البولونية إيجا شوياتاك المصنفة أولى عالميا بقائمة المتأهلات للدور السادس عشر بتغلبها على تشكية ليندا نوسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ونجحت شوياتاك في تحويل تأخرها بمجموعة إلى الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة لتباريه في الدور الثالث من بطولة ميامي الروسية إيكاترينا أليكسندروفا عودة إلى تونس وذمن أخبارنا ثقافية مهرجانو لمدينة بالمونستير تظاهرة من تنظيم جمعية السيانة المدينة وتتميز هذه السنة بعروض موسيقية تعتمد على الأغاني تونسية الأصيلة هذه التظاهرة يحتضنها فضاء دار الشرع بالمدينة والمركب الثقافي تيلة النصف الثاني من شهر رمضان روبرتاش شرف الدين بن سلم تحتضن دار الشرع بالمونستير فعالية الدورة السبع والعشرين من مهرجان المدينة من تنظيم جمعية صيانة المدينة بالمونستير لايالي رمضان تمتد على مدى عشرة أيام بعشر عروض فنية وقنائية ومسرحية القاسم المشترك بينها إحياء الموروث الثقافي الفني التونسي الأصيل بما يتماشى مع سهرات رمضان غلبية الفنانين اخذناهم من أصيلية مدينة المونستير الغنام تاحهم يتماشى وأجواء الرمضانية المستحبة عند أهالي ومتساكني مدينة المونستير كيف حتى في المركب الثقافي نفس الشي يعني ليلة بليلة ليلة لهنا وليلة غادي عشرة سهرات وإن شاء الله نكونوا موافقين الناس الكل وتتعدى من أحل سهرات من أحل ما يكون عرض الموسيقي مكرم لانصاري أثثت ليلة رمضان بعرض فني للموسيقى التونسية الأصيلة في اليوم الثالث من مهرجان المدينة العرضة داية هو تحت عنوان القمري اللي بيش يسافر بنا في رحاب الموسيقى التقليدية التونسية فيها جمع بين موسيقى الملوف الهلس وملوف الجد بتبعها مع السحذاري البقى من وصلت من ملوف التونسي جمهور دار الشرع تفاعل مع العرض والأصوات الموسيقية التونسية الأصيلة وخلثت الانتباعات التالية عجبت ببريد شهر 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 خطر أمان عتيقة سريحة وزيد الصور بتعود غنينا معهم وعجبتنا وتفعلنا معهم وشهر عجبتنا مع طرق تونسي أصوات سنحاول ليالي رمضان بدار الشرع والمركب الثقافي برونستير تتواصل إلى غاية الواحد والثلاثين من هذا الشهر وفي الختم نذكركم مشاهدين بعنوين نشرتنا بعد أربعة إخفاقات سابقة مجلس الأمن الدولية تبنى قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروطي عن جميع الرهائن وواشنطن تمتنعان التصويت خلال مجلس وزاري مضيق إقرار إصلاح مئتي حفلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 15.6 مليون دينار والتسريع بإصلاح 28 عربة مترو مع العمل على تعزيز أسطول النقل العموية ووكلة موديز للتصنيف الاعتماني تبقي على تصنيف تونس الاعتماني مع الترفيع في الأفاق من سلبية إلى مستقرة وخبرا يؤكدون أن تونس قادرة على مواصلة تحسين مؤشراتها الاقتصادية من خلال تعزيز التقدم في الإصلاحات الهيكلية ويمكنكم متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة نشكر متابعتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه